مرحباً عزيزي المشاهد نحن بلا مقدمات في كنانا ولي زعم قديم بأن الأراضي الخير الطيبة المثمرة في بلادنا هي تحالف ما بين القرآن والإنسان والماء وسبو الكسب العيش وكنانا هذه الثمرة فإذا مارسنا فيها دراسة الجدوى لصالح الريف لزعمت أن كل أهل السودان سيغادرون تلك المدن المكتظة لهذه الطبيعة النبيلة الوسيمة وما أجمل أن نناقش في كنانا حديثاً له في كل قلب خاطرة وخوف وفائدة قصة الإدارة في السودان وسودنة الإدارة في السودان وما أجمل هذا الحديث إذا كان في قيد النقد الزاتي وإذا كان مربوطاً بتجربة عملية نحن نمارس الآن النقد الزاتي في هذا الهواء الطلق ويا ليتنا مرسناه طويلاً وقديماً نحن في حضرة هيئة الطيران المدني وفي ضيافة الباش مهندس محمد عبد العزيز الذي درجة في بداية كل عام أن يستقطب قرابة المئة من رجاله الذين يصنعون بيئة العمل ويلحقونه ويديرونه في جلسة مفتوحة للشورى العلمية في مكان بعيد عن ضجيج العاصمة هنا في كنانا فياله من جهد ويا لها من مجموعة ويا له من ثمر سوف يؤتي أكله قريباً وقريباً جداً وأيضاً أنا سعيد أن أكون أيضاً في حضرة العالم أخونا البروفيسير أثمان البدري رئيس قسم الدراسات العليا بكلية الاقتصاد يعني عطى الخرطوم لكن أقيم من ذلك هو فلاح من أبناء جزيرة ما زال يحتفظ بقلمه وبحاسوبه وبحواشته إلا إذا كان هناك اعتراف آخر وسعيد جداً أن يكون فنان هذا العرس الفكري أخونا الفنان الكبير حمد الريح وحمد الريح له فرح ولوعة فرحة في قلب كل سوداني وسودانية فكل أهل سودان عشاق عزيزي حمد لا تخفي ما فعلت بك الأشواق اشرح هواك فكلنا عشاق فلقد يعينك من شكوت له شكوت له الهوى في حمله فالعاشقون رفاقه ونحن رفاقك في هذا المساء الجميل فدعنا للملم أطراف القلق والمنابر والعيون وما بين القاهرة والخرطوم هناك ذوجة تعيد لنا الطمأنينة ليلة البعد والغربة فماذا عن تفاعل في هذا المساء؟ السلام عليكم ورحمة الله أنا سعيد جدا جدا أكون وسط هذه الكوكب من الرجال وهذا المكان الجميل وياريت لو الكاميرا لطغطت صورة للجمر عشان يكون ده الجمر في كين أنا فعلا فأنا أول ما جيت لاحظت المساء الذي أحسن يعني بدل نتكلم كثير الواحد يقوم بالمهمة بتاعته الأساسية نغني كثير فأنا نغني نارى البعد والغربة وأنا استشفيت من كلامك ما بين الغاهرة والخرطوم من الغاهرة والغنية بالمناسبة ترجمة نانسي قنقر 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 فاغاري و ربا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ولا أحلام بين أجفال تقول للناس أريد النوم يزورني اليوم أريد النوم يزورني اليوم أنوم لو الليلة في كل عام بين عاريا غيظة ولا أحلام بين أجفال تقول للناس تقول للناس تقول للناس تقول للناس لا أحلام تقول للناس تقول للناس تجيب ناسي بين اليو غضا ولا أمالا بين أجفال تقول لنا أريت النوم يزورني اليوم أريت النوم يزورني اليوم أنملو ليلة في كل عام بين أرياض غضا ولا أحلام بين أجفال تقول لنا موسيقى 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 لو عبرك تزيل الصار لو عبرك تزيل الصار لو ذي كفاب كهدي حنان لو إنسان سبيح قصة لو إنسان سبيح قصة أريت النوم يزورني اليوم ماريت النوم يزورني اليوم أنملو الليل في كل عام بناد يا غيظة ولا أحلام أين أجفان تقوم الليل طبعا يا حمد نحن دايما بنقول إنه تبدأ الحفلة بقصيدة الأمير رلاي عبد المنع عبد الحي الله يرحمه في حفلاتهم درمان يعني هو شي الحفلة بتنجح والعرس ما فيه طلاق والبيت بتلد بكاري الباش مهندس محمد عبد العزيز مدير عام هيئة الطيران المدني أنا بعرف عنك كثير أقوى حاجة إنك إنت من أولاد حوارهم درمان المليئة بالدف والرجال والتاريخ وبعدها مباشرة أنت رئيس اتحاط الله السوداني بالقاهرة أو جمهورية مصر العربية ويا لتيك العيام من نظارة وحسن وبهاء عهدها الله يعني وأنت من مؤسسي جياد وأنت الآن تحرس السماوات السودانية بالإدارة وحياة الطيران المدني هذا هو المبتدع والخبر في أننا نريدك بنفسك أن تقلب أوراق الكارنية من هو محمد عبد العزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم المهندس محمد عبد العزيز أحمد أنا زي ما تفضلت شكل ويداننا ومدرمان والجامعات المصرية والعمل العام وأنا الحقيقة اشتغلت مهندس كهرباء لكن عملت بالإدارة أكثر من العمل كمهندس مباشر بشرط العمل في مجالات مختلفة كلها تقريبا بالسوق في مجال الإدارة وقام مدخلين للإدارة هو العمل العام والعمل العام طبعا مدرسة كبيرة يعني مدرسة كبيرة وواسعة زي ما الناس بيتكلموا في المجال أن السوق هو الجامعة الأساسية فأنا بعتبر أن العمل العام هو المدخل المهم والمدخل الأساسي للإدارة لأنه من خلال العمل العام بتتعرف على كثير من من الاحتياجات فيها جانب إنساني فيها جانب إداري فيها جانب اجتماعي فأنا حقيقة مدخل الأدارة من خلال العمل العام وصغلت التجربة بالعمل من خلال المؤسسات عملت في مجال الصناعة عملت في مجال المؤسسات الخاصة برضو وأخيرا انتقلت في عام 2008 إلى هيئة الطيران المدني وهي الهيئة حقيقة هي هيئة فنية لكن جزء أساسي من عمله هو متعلق برضو بالإدارة وزي ما اتفضلت متعلق بإدارة المطارات وإدارة الأجواء والحفاظ على السلامة من خلال الرغابة على صناعة الطيران سيئة أحمد السوداني الوحيدة ممكن تقول ما بنطبق عليك المسألة بتاح سبعة صناعة والحظ مرات باش مهندسة زول بنور في الخرطوم ده بتلاقيه كمية من اللافتات واغلبها هي لافتات عامة أو حكومية نحن غاية الشعب السوداني بيدفع رواتيبة ولكن مرات ما بيدلوا فليا يعني واحدة من اللافتات هيط الطيران المدن وبعدين هي زي عامل اختلال في فهم كثير من الناس ناس بيفتكروها سودانير ناس بيفتكروها الحجوة لأمرق ناس بيفتكروها طيارات بيفتكروها الوكالات السفر والسياح يعني للقصة ما وقع علينا نحن لأنهم ندفع رواتيبكم وكذا فمن حقنا إننا نفتح الباب وتعمل لنا تعريف جامع مانع للخاصة والعامة ما هي هذه اللافتة هيئة الطيران المدني ولا ماذا لنا نعرف لا تعرف هيئة الطيران المدني هي طبعا مؤسسة عامة وهيئة الطيران المدني من مؤسسات العريقة جدا في السودان نشأت سنة 1937 بمكتب السكرتير الإداري والآن نحن تقريبا شعارنا في هيئة الطيران المدني 75 عام من إدارة الأجواء بدأت مصلحة وكان من أبع في الوقت ذاك إدارة المطارات الطيران المدني في العالم طبعا بدأ في بدايات الغرن الماضي وكانت الفكرة الأساسية أن الطيران المدني مزؤول عن عن المطارات مزؤول عن إدارة الحركة الجوية مزؤول عن السلام الجوية والضرورة طبعا طيران المدني بيختلف من القطوط الجوية لأنه إذا كانت القطوط الجوية بتحلق في الهواف فإننا مزؤولين من الأرض مزؤولين من المطارات ومزؤولين من سلامة الركاب ومسؤولين برضو من السلامة في الأجواء والهيئة هي مؤسسة زي ما ذكرت بدأت في الوقت ذاك وهيئات الطيران المدني في كل العالم مجال الطيران من المجال المنظم جدا في العالم وعنده امتداد داخل وامتداد خارجي لأنه زي السفر موصول المطارات موصولة الحركة الجوية موصولة فمهمة الطيران المدني هو باختصار شديد تيسير السفر وتيسير التواصل بين دول العالم ولذلك الغطاء بتاع الطيران قطاع منظم بتحكم لوائح وتحكم غوانين وتحكم منظم وتحكم إجراءات وهو كله في منظم العالمي للطيران المدني هي بمثابة الرقيب والمنظم لحركة الطيران في كل العالم ولذلك قطاع الطيران والهيئة العامة للطيران المدني بهذا المفهوم هي مختلفة من الخطوط الجوية مختلفة من الحجو العمرة وهي الجهة المنطبئة إدارة السلامة وإدارة المطارات وهي الرقيب على الخطوط الجوية المختلفة دكتور بروفيسور عثمان باشمان ديزا ما ديس علينا حاجه الفرق بين إدارة الحركة الجوية والحركة الجوية إن الحركة الجوية الفعلية تقوم بها الشركات المشقلة سودانير، السعودية، البريطانية، غيرها لكن الطيران المدني هو يدير الحركة الجوية ينظم ويخطط ويراقب ويحفظ حقوق المسافرين أنا الحقيقة باش مهندس بروف دايرت وسل بيكم لحاجة في زعمي في سودان إنه ليست مشاكل سودان مشاكل موارد ولكن من مشاكل سودان الكبرى مشاكل إدارية والناس يفتكرون إنه لساعة التجربة الإدارية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية الدماغ الذي يعين الناس يعتقد بأنها هي جزء من الثقافة العامة مع أنه يتعرف بروف إنه في كل أنحاء العالم الآن يتشطبت قصة الإدارة العامة دي فكرة الإدارة المتخصصة تبتعرف تودير شأنه يعني فأنا والحاجة داير أشوف هل الزعم دا صحيح هل فعلا مشكلات الإدارة في السودان ببعدها السياسي والاقتصادي والاجتماعي هي جزء كبير من مشكلاتنا العامة الإدارة معنية بالتخطيط لاستغلال الموارد المتاحة البشرية والمادية والتقنية في زمن محدد للوصول لنتائج محددة بين كفاءة محددة والموارد إذا كانت في نظام إداري وفلسفة إدارية ممتازة يمكن جلب الموارد والمثال على ذلك اليابان لا تكون لها منطقة سخرية صغيرة جدا جدا والولايات المتحدة تفاوغت على العالم بحسن الإدارة وليس بأي شيء آخر بنفسه صحيح عندنا موارد لكن هي تطورت بالتطوير الإداري جزء من التطوير الإداري طبعا أهم ما فيه هو إدارة المشروعات إدارة نظم المعلومات ونحن مهملين هذا الأمر والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة أول قرار اتخذه قال أحصني المسلمين لأن فيها مسلمين وفيها يهود وفيها مسيحين دار ابن قاعدة معلومات يتخذ على قراراته فنحن إذا ما أحسننا الإدارة بنهدر الموارد يا بروف نحن لم نجد إدارة أصلا ولا كانت إدارة أهملنا في تطويرها هل يمكن أن نقول أن هناك تجربة إدارية سودانية لا هو كان في إدارة طبعا يعني لو مسكنا يعني في المهدية هناك إدارة بل رغم أن البلد كانت تقنية متخلفة ما في مواصلات ما في اتصالات لكن استطاعت الدولة في ظل الضقوط الدولية والتآمر الدولي زي الموجودة الآن صورة طبق الأصل استطاعت أن تصمد 16 سنة أمام دول كبرى وتخلق بوتق للسودان بداية لخلق سودان لو كان ربنا قدر أنها استمرت كان السودان بيت مختلفة الآن لأنهم درما نجو فيها ناس الغرب وناس الجنوب والشرق والشمال وتصاهروا ونزح الناس سكنوا في أماكن مختلفة حصل حراك سكان كان بداية الإنسهار الاجتماعي وده نجاح للإدارة ده كلام حديم نحن لا صحيح ده كلام جزء من الأنصار لكن نحن يعني مهملين في الجوانب الإدارية يعني الآن نحن ما كتبنا عن خليفة البهدي اللي هو رئيس دولة 14 سنة ما فيزول عارف عنه حاجة ولا عن حسن إدارته الأميري عقوب رئيس وزراء 14 سنة عروف دراب الرأي الأمير عثمان شيخ الدين رئيس هياة الأركان دي كلها إدارة الأمير إبراهيم الخليل دي إدارة بالله ده كلام كبير يا أنا أبره بعتد هذا ليس مجال لحقوا يكتبوا الأنصار كمان لا نكتبون إحنا سأت أنا طبعا بفتكر أنه لكي لا نستمر في سياسة جلد الزات ولكي نقول أنه في آخر النفقة هناك شمعة حنجي نتحدث عن مستحب معاه المهندس النقد الزاتي الذي قدمته وأحسب أنه رصين ويستحق المنابشة ولكن أنا أفتكر من الذي سمحته وكتب وقيل في أن هناك اتجاه يشكل شمعة في هيطة الطيران المدينة يمكن أن تكون إضافة جديدة خروجا على جلد الزاد في إدارة يمكن أن تكون قدوة للأخريات على أي حال الإدارة الزراعية جزء من النجاح بتاع كينانا بكل بعدها المتداخل الداخلي والخارج ومشروع مسرة الذي كان يديره الشاعر الراحل إسماعيل حسن وتحدى الزين أنا بخلي أخونا حمد عبدالعزي يستجمع أفاسه لتقديم تجربة هيطة الطيران المدني الإدارية ويستريح على ذكرى هذه الأغنية التي تشبه هذا الجو وهذه الوجوه الطيبة وهذا الفضاء الجميل حمد داري نسمع طير الرهو اشتركوا في القناة واللهي 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 يطير الرهو واللهي 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 تنتشيك دنيا وتزغريك تنتشيك دنيا وتزغريك بالنسام الحب وتصبق لو تنك قير بابنا كور كور يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام والله يا قيلة يا قول طالف يا حمد كله مزولي اسمع طرره يعني طوالح الجوح ساسر فشعار عاشك فحط طير السودان السؤال محمد العزيز ماذا لقائما نحن أوقفنا الجلد الزاتي لأننا نعترف بأن هناك خطوات جديدة للإدارة فيها بعد سوداني وعالمي وإقليمي لإدارة جديدة شكلي من الإدارة الجديدة في هيئة الطيران المدني فماذا أنت خائد أنا أبدأ أقول الإدارة الآن دورة عظم عموما في العالم لأن الإدارة هي الوكهة الآخر للسياسة وهي الوكهة الآخر للإقتصاد وهي الوكهة الآخر للتنمية والإدارة مربوطة بالمصالح الناس مربوطة بالترديم الخدمات للجمهور مربوطة بالرفاه ولذلك أنا كمهندس قبل 10-15 سنة كنا لما نتكلم عن مشروع فني بيقولوا المكونات بتاعت أي مشروع 80% من المكونات فني و20% إدارة الآن الإدارة الحديثة بتثبت إنه أي مشروع فني 80% من مكونات وإدارة و20% عمل فني وده بأكد التعاظم بدأ دور الإدارة تقريبا في كل المحاور الحياة نحن كسودانيين الإدارة عند السودانيين دائما كانت مربوطة بالكفاءة وبالنزاهة والناس بتكلموا عن الخدمة المدنية في فترات سابغة ونحن عارفين إنه السودانيين هم البنو الإدارة وبنو الخدمة المدنية في عدد كبير جدا من الدول العربية الأخرى وكذلك الطيران برضو ساهم في بناء هيئات الطيران المدني في عدد من الدول نحن رغم عن ذلك السودانيين عادة برغم تمييز بيبدعوا في المجال لما يكون في نظام ولما يكون في بيئة محفزة لكن عادة ما قاعدين نبزل مجهود كبير في إنه نخلق النظام ونخلق البيئة المحفزة ولذلك بتلقى السودانيين في الخليج من أميز السودانيين لأنه الآن مثلا في الخليج الآن في نظم بتاعة دارة في بيئة محفزة لكن غد يكون الوضع مختلف بركبوا نعم ولذلك ما نحاول نعمله الآن في الهيئة هو إعلاء قيمة الإدارة هو خلق القلبية المحفزة هو بناء النظام وزي ما أنا ذكرتك بأنه الغطاء بتاعة الطيران هو أصلا غطاء منظم جدا وفيه معايير وفيه اشتراطات وفيه عمل واضح فنحاول من خلال الخبرات الموجودة في الطيران المدني وهي خبرات مؤهلة جدا فنيا نعمل الإضافة بتاعة الإدارة ونعمل ونخلق البيئة المحفزة ونعمل بيئة برضو عندها اتصال لأنه واحد من الأشياء الأضعفة الإدارة في السودان زمانا الناس كانوا يلتقوا في الجامعات في البعثات الدراسية من خلال التدريب بيكون في اتصال بالعالم ويمكن نكون في الفترة الأخيرة في السودان عموما وفي الخدمة المدنية بصفة خاصة وفي الجامعات التواصل ضنغطاء وده أثرت جدا على الإضافات على القيمة المضافة الممكن تدعمل اللي هو الاتصال والاحتكاك بالعالم لأنه حقيقة الإدارة زيها وزي أي نشاط إنساني طيب لونا دارين واش مهندس وانت قلت هيئة مربوطة بقوانين إقليمية وعالمية نحن ممكن نقول كم نسبة القوانين الدولية المتفق عليها في إدارة هيئة الطيران وما هي الإضافات التي يمكن أن نقول أنها تجربة إدارية سودانية وضيفت لهذا المتفق عليها عالميا هي القوانين زي ما ذكرت أن القوانين بدعة الطيران كلها هي تقريبا قوانين عالمية فيها قوانين وفيها تجارب توصيات وعادة التوصيات والتجارب دائما تنتج نتيجة للتطور نتيجة للتجربة وبعد ذلك تتحول لقوانين فنحنا نكاد نقول أنه نحنا عملنا مربوط بالقانون الدولي في مجال الطيران وهو مجال برضو القانون الدولي مطور يعني الآن مثلا لما نتكلم عن المزعل بتاعت أمنى الطيران بعد حواد سبتمبر 2001 في أمريكا حصلت صورة ضخمة جدا في أمنى الطيران في العالم وهو نتيجة الحادثة المعروفة حادثة الأبراج الأمريكية فبالتالي القوانين بتاعت الطيران بتطور الحوادث وبتطور التجارب وهي ليست جامدة نحن بنحاول في الحياة الطيران المدني أنه نقوم مواقبين القوانين العالمية عندنا آخر قانون صدر في عام 2010 قانون تنظيم الطيران المدني قانون السلام الجوية وهو مواقب لأحدث التجارب في العالم صحيح نحن قدامنا شور طويل من ناحية الإكمال المظلة التشريعية من ناحية تحويل هذه القوانين لعمل يومي لإجراءات لنظم يدعود الناس عليها ولكن نقول أنه نحن الآن في بداية الطريق ويفقى للقانون وعندنا الكوادر المؤهلة وعندنا الخبرة التاريخية في مجال الطيران وبالتالي بنأكد أنه الهيئة الآن بالإنجكشم أو بالإضافة بتاعت الإدارة اللي بنحاول نغرسها ونطورها في العمل الفني الأصلا موجود هي بتعمل وفقا للمعايير الدولية بصورة كبيرة طيب ما الذي يجري الآن هنا في كنان ما يجري هنا في كنان الآن هذا نشاط درجنا على أن نغوم به سنويا استعداد وتحضير لكل عام جديد بنعكف على صياقة الخطاط والبرامج والأنشطة وبنحضر لها لأنه جزء من الإدارة هي التحضير وكل ما كان التحضير جيد وكل ما كان التحضير بوزي الوقت في التخطيط وفي التحضير كل ما دي بتقلل الفيوة بين التنفيذ وبين التخطيط الذي نغوم به الآن في كنانا هي ورشد عمل للتخطيط لمستقبل الأيام المقبلات في عام 2011 وما بعدها نحن الآن هنا نناقش تطوير صغافة العمل بالناقش التحفيز البيئة أو كيف نخلق بيئة محفزة في العمل كيف نطور الخدمات في المطارات السودانية كيف نشغل العمل بتاع الهيئة تشغيل اقتصادي لأنه نحن برضو كهيئة حكومية واحدة من المسائل أنه في فيوة بين العمل الحكومي والعمل المرتبط بالنشاط الخاص نحن عافين سياسات بتاعت الدولة كلها ما شفي أنه يكون في تشغيل اقتصادي لكل المؤسسات والمرافق بالناقش التشغيل الاقتصادي بالناقش بناء القدرات داخل الهيئة ومعانا مجموعة من الكوادر في داخل هيئة الطيران المدني وأيضا معانا مجموعة من العلماء وفي مقدمتهم البروفيسور أثمان البدري ودكتور عباس والإخوة المستشارين الآخرين نحن في هذه الورشة نعقف على صياقة مستقبل الهيئة من ناحية البيئة بتاعة العمل من ناحية تطوير الأعمال الفنية والإدارية من ناحية بناء القدرات من ناحية كيف نجسر هو بيننا وبين العمل العالمي في مجال الطيران فده العمل الذي يعقف عليه هؤلاء الإخوة في هذه الورشة بروفيسور عثمان سنة ثلاثة وتمانين أنا لقيت في أمريكا طالب دراسات عولي يحضر الدكتورة في الإدارة العامة وقعت فترة في أمريكا كان عامل بتعطر بطاعة بنزين فقمت استغربته فقال لي أنا ما بشتغل هنا لأنه درست في دار عامة هناك لو دار تشتغل لازم تعمل شهادة في أنك أنت بتدير مصنع بتعلبان بتدير قناة فضائية بتدير دار نشر بتدير مستشفى هذه الشهادات التي لها قيمة عملية في التخصص قطح شك في السودان مسألة هذه ما موجودة كلنا إدارة عامة وكلنا ندعى أننا نعرف الإدارة على حال أنا دار أخليك تفكر في هذه المعضلة ودارين أعيد لك شبابك في جامعة الخرطوم حمد دكا ماسكا مكتبة تذكروا وبعدين كامل عبد الماجد كتب تايها الخصل بتقول له كده بتفتش ليه كل عروسان أمان عليك يا تايها الخصل ويا خير عم في دروب أمر مضايح حطل حمد أعيني بالغناء ترجمة نانسي قنقر